عايزين تروحوا الهرم ناس كتير جدا قاعدة عمالة بتتكلم مجمعها إيفانكا دونالد ترامب موجودة في القاهرة وبالفعل إيفانكا عملت ايه نشرت مجموعة من الصور بتاعتها هي وزوجها جاريت كاشنر وهم موجودين هناك في موطقة الأهرامات بالجيزة ومتصورين عند هرم خوفه وحاجة عظمة العظمة طبعا كل الناس عارفة إيفانكا وده ابنهم الزغانطة ده صح ما شاء الله طويل زي والده المهم اللطيف إنه وده شيء لطيف بصراحة يعني بعيدا عن السياسة خالص في النهاية إيفانكا هي واحدة من أشهر الناس اللي موجودة في العالم وعلي النوع ده من الصور بينتشر دايما انتشار النار في الهشيم يعني العالم كله هيتفرج على الصور بتاعت إيفانكا وكوشنر والعيال وهم في أهرامات الجيزة اللطيف بقى كمان جدا هي التعليقات بتاعت إيفانكا على الصور اللي هي نشرتها على حسابها الموسق على انستجرام الشهير قالت القاهرة مصر يوم في الأهرامات الصور طبعا بقى إيه؟ لايكس من هنا لحد بعد بكرة ملايين اللايكات حاجة الناس اللي مش عاد بتعمل كده إزاي؟ عندهم أكاونتس مزهلة جدا طب إيه المهم في الموضوع بقى؟ المهم في الموضوع هو أنه انت بتروج سياحية لنفسك ده كوم؟ إحنا نقول وزاعة السياحة بتاعتنا ومكاتب الطاعة وهي تنشية السياحة والمكاتب بتاعتنا ده كوم؟ ده إنت بتقول أنا زي الفل لكن لما بيجي شخصيات معروفة على المستوى العالمي كبيرة مشهورة حاجات زي كده ويجوا ويزوروا البلد ويتكلموا عنها ده بيبقى حاجة تانية خالص الآخر عندما يتحدث عنك بيبقى رائع خصوصا أنه ده بيدي مصداقية أكتر قدام الثقافات بتاعته يعني بالتأكيد أنه لما يبقى إيفانكا ترامب موجودة هنا فهتلاقي الأمريكان بيعلقوا على ده وفهمين ده إمتوا إيه؟ إمتوا إيه بقى؟ تبتكلم على بلد محترم آمن جميل نظيف وجهة سياحية لأغنياء العالم أبناء الرؤساء والزعماء والوجهاء وما إلى ذلك أرجع أقول لك مرحبا بكم في القاهرة عاصمة العرب